انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا وأكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث مشددة على أهمية التوقف عن أية خطوات أحدية في هذا الشأن ومحذرة من أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق قانوني يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ والموقع عام 2015 هذا وشددت الوزارة على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية مؤكدة على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل للاتفاق المنشود اشتركوا في القناة